بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا النهاردة هو تحويل العدد الصحيح والكسر إلى كسر عادي طبعا جماعة النهاردة معانا أردون وهو يريد أن يأكل من هذا البرتقال أردون واقف وحوله مجموعة من القرود وهم حائرون يتساءلون ماذا تفعل يا أردون طبعا أردون بيقولهم يا جماعة أنا بأكل برتقان أنا قدامي سبت من البرتقال وهذا السبت طبعا زي ما انتم شايفين هو فيه ثلاث برتقالات أردون يا جماعة بيشرح لنا إزاي أكل البرتقالات بطريقة الرياضيات ويقول أنا أكلت برتقانة واحدة من الثلاث برتقالات يعني يا جماعة هي عبارة عن هذا الكسر الذي أمامنا اللي هو واحد على ثلاثة يعني واحد من ثلاثة يعني أكل برتقانة واحدة من الثلاث برتقانات بيقولنا إن البرتقان اللي هو بيأكله طبعا بيبقى موجود في البسط أما اللي موجود تحت في المقام فهو كل البرتقان اللي طبعا أردون بيأكل منه وفجأة ظهر شيء غريب جاي من بعيد طبعا أردون قال له ما تتخدوش يا جماعة ده واحد صحيح طبعا القرود قالوله يعني إيه واحد صحيح أردون بيقول أرجوكم افهمهم يا قرود الواحد الصحيح معناه يعني السبت كامل يعني السبت كله وانتم عارفين إن السبت الواحد فيه ثلاث برتقانات يعني الواحد الصحيح ده هو عبارة عن سبت كامل يعني فيه ثلاث برتقانات وطبعا القرود يا جماعة واقفون حائرون يتساءلون أكلت قد إيه من البرتقان يا أردون وبدأ أردون يوضح لزميله يعني إيه واحد صحيح واحد على ثلاثة وبدأ جماعة أردون يطلع بسبت البرتقان لفوق يعني الثلاث برتقانات ويزود طبعا البرتقان اللي موجود في السبت مع البرتقانات بتاعته آه يا جماعة عدد البرتقان نعد مع بعض بقى يعني أربعة على ثلاثة وبكده جماعة إحنا فهمنا إزاي نحول العدد الصحيح والكسر إلى كسر عادي وفيه إرد اتصل بي دلوقتي وبيقول لي إلحى يا أستاذ أحمد أردون جايب لنا عدد صحيح وكسر جديد قلت له طبعا ده شيء مفيد طبعا العدد الصحيح والكسر هو اتنين واثنين على ثلاثة وما زالت القرود يفكرون ويتساءلون إزاي يا أردون هنحول العدد الصحيح والكسر دوت إلى كسر عادي وبدأ جماعة أردون يفكرنا أن الواحد الصحيح يعني ثبت كامل وإحنا طبعا عندنا اتنين في العدد الصحيح يعني معناها ثبتين وكل ثبت فيه تلاث برتقانات وبدأ جماعة أردون يرفع الاثنين يعني يرفع السبتين وكل ثبت طبعا قدامنا في تلاث برتقانات وطبعا جماعة أردون بيقول أن البسط فيه برتقانتين وهو هيزود عليهم السبتين يعني أصبح عدد البرتقان هو ثمان برتقانات يعني الكسر هو ثمانية على ثلاثة وبكده طبعا جماعة قدر أردون أنه هو يحول العدد الصحيح والكسر إلى كسر عادي